اشتركوا في القناة سنبين تركيب جهاز الدوران بالاضافة الى ذلك سنقارن بين جهاز الدوران المفتوح والمغلق واخيرا سنبين الدورة الدموية في الفقاريات يحتاج الانسان وجميع المخلوقات الحية الى الاكسوجين والطعام لانتاج الطاقة ويعمل جهاز التنفس والدوران معا لتزويد الجسم أو لتزويد الخلايا بالاكسوجين والغذاء التنفس الخلوي ما هو التنفس الخلوي؟ التنفس الخلوي هو عملية اطلاق الطاقة المختزنة في جزيئات الطعام الجلوكوز الموجودة في خلايا الجسم مع وجود الاكسوجين الآن سنتعرف على الجهاز التنفسي في جسم الانسان وهو الجهاز التنفسي في الفقاريات بشكل عام يبين الشكل المجاور أجزاء الجهاز التنفسي وهي الانف الفم البلعوم الحنجرة القصب الهوائية الرئتين هذه هي رئة وهذه الرئة الثانية وهذه الرئة الأولى وأيضا الشعب الهوائية وسنتعرف على عمل هذا الجهاز بالتفصيل عملية التنفس عندما يتنفس الإنسان فيدخل الهواء عبر الفم والأنف إلى البلعوم ثم إلى الحنجرة فالقصب الهوائية ثم إلى الرئتين عبر الشعبتين الهوائيتين اللتان تتفرعان إلى شعيبات هوائية أدق فأدق تنتهي الشعيبات الهوائية بأكياس صغيرة تسمى الحويصلات الهوائية يحدث تبادل الغازات ومنها الأكسوجين وثاني أكسيد الكربون بين الدم والهواء الذي يدخل إلى الحويصلات الهوائية من خلال جدرانها الدقيقة جدران الحويصلات الهوائية ويطلق على هذه العملية اسم عملية التنفس إذن هنا يحدث تباري الغازات في الحويصات الهوائية ومنها غاز الأكسوجين وغاز ثاني أكسيد الكربون ويحصل في الحويصات الهوائية وهذه العملية اسمها عملية التنفس ننتقل الآن إلى التنفس في اللافقاريات يحدث التنفس في اللافقاريات عن طريق عدة طرق الطريقة الأولى هي طريقة التنفس بالانتشار ويحدث في اللافقاريات ذات الأجسام الطرية مثل الديدان المفلطحة والحلازين ومن الطرق أيضا في التنفس في اللافقاريات هو التنفس بالخياشيم الغنية بالأوعية الدموية ويحدث هذا التنفس في الرخويات والقشريات والنوع الثالث في التنفس في اللافقاريات هو التنفس عن طريق القصيبات وهي أنابيب شديدة التفرع ويحدث هذا التنفس في الحشرات وهناك بعض اللافقاريات لديها أعضاء متخصصة للتنفس مثل اللافقاريات الأكبر حجما الدوران تعمل أجهزة الجسم وتتآذر معا للحفاظ على حياة المخلوقات الحية من خلال العمليات الآتية الهضم وهذه العملية توفر سكر الجلوكوز للخلايا والتنفس الذي ذكرناه منذ قليل وهو يوفر الأكسجين اللازم لتحويل السكر إلى الطاقة وعملية الدوران التي تنقل المواد الغذائية والأكسجين إلى جميع الخلايا ويخلصها من الفضلات يتكون جهاز الدوران من أولا القلب والقلب هو عضو عضلي مكون من أربع حجرات هي الأذين الأيمن والبطين الأيمن ثم الأذين الأيسر والبطين الأيسر وهذه الصورة توضح تركيب القلب في جسم الإنسان فهذا الأذين الأيمن وهذا البطين الأيمن وهذا الأذين الأيسر وهذا البطين الأيسر وأيضا يتكون جهاز الدوران من الأوعية الدموية والأوعية الدموية تتكون من الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية وأيضا يتكون جهاز الدوران من الدم الدم هو أحد الأعضاء والمكونات الأساسية لجهاز الدوران جهاز الدوران المفتوح والمغلق هناك نوعان أساسيان من أجهزة الدوران في الكائنات الحية فهناك جهاز الدوران مفتوح ويوجد في المفصليات والرخويات وهناك جهاز الدوران مغلق ويوجد في الفقاريات في جهاز الدوران المفتوح يدفع القلب الدم مباشرة إلى أنسجة الجسم ليتم تبادل المواد بالانتشار مع الخلايا مباشرة إذن في جهاز الدوران المفتوح يدفع القلب الدم مباشرة إلى أنسجة الجسم أما في جهاز الدورة المغلق فيدفع الدم خلال شبكة من الأوعية فليس عن طريق مباشر كما في المفتوح وإنما خلال شبكة من الأوعية الدموية لا يمكنه مغادرتها ويتم تبادل المواد مع الأنسجة عن طريق انتشارها عبر جدران الأوعية الدموية الدورة الدموية في الفقاريات لدينا هذه الصورة توضح مثالا على الدورة الدموية في الفقاريات وكما ذكرنا أن في الفقاريات جهاز الدوران يكون مفتوح أو مغلق نعم يكون جهاز الدوران في الفقاريات جهازا مغلقا ما دلالة اللونين الأحمر والأزرق على الشكل نلاحظ في الشكل هناك لونان لون أحمر ولون أزرق يشير اللون الأحمر إلى الدم المؤكسج ما أنت نعني بالدم المؤكسج؟ يعني الدم المحمل بالأكسجين الذي يوجد فيه أكسجين أما اللون الأزرق فيشير إلى الدم غير المؤكسج وغير المؤكسج نعني الدم غير المحمل بالأكسجين تتبع على الشكل مسار الدم من لحظة تدفق الدم غير المؤكسج من أجزاء الجسم إلى الأذين الأيمن أولا يتدفق الدم غير المأكسج من أجزاء الجسم إلى الأذين الأيمن ويمر إلى البطين الأيمن كما في الشكل رقم واحد بعد ذلك يضخ الدم غير المأكسج من البطين الأيمن إلى الرئتين كما في الشكل رقم اثنين بعد ذلك يتخلص الدم في الرئتين من ثاني أكسيد الكربون ويحمل بالأكسجين ويتم تبادل الغازات كما ذكرنا سابقا داخل الحويصلات الهوائية الموجودة في الرئتين فينتقل الأكسجين إلى الدم وفي الوقت نفسه ينتقل ثاني أكسيد الكربون إلى تجويف الحويصل الهوائية ثم إلى خارج الجسم مع هواء الزفير كما في الشكل رقم ثلاثة ويعود إلى الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر كما في الشكل رقم أربعة ليضخ إلى سائر أجزاء الجسم وهذه عملية الدورة الدموية التي تحدث في الفقاريات أخيرا يضخ الدم المأكسج من البطين الأيسر إلى سائر أجزاء الجسم وفي الأمعاء الدقيقة يحمل بالمواد الغذائية المهضومة مثل الجلوكوز ومواد أخرى وينقلها إلى جميع أجزاء الجسم عبر أوعية دموية حتى يصل إلى أوعية دموية دقيقة تسمى الشعيرات الدموية ثم تقوم الخلايا بتمرير فضلاتها عبر جدران الشعيرات الدموية ويصبح الدمو غير مأكسج وينتقل إلى القلب لتبدأ الدورة من جديد وتعيد الخطوات التي ذكرناها نجيب الآن عن الأسئلة التالية السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة أي أجزاء الجهاز التنفسي الآتية يتم فيها تبادل غازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون هل هي الحنجرة أم القصب الهوائية أم الشعيبة الهوائية أم الحويصلة الهوائية ما هو الجواب الصحيح؟ نعم هي الحويصلة الهوائية التي يحدث فيها عملية تبادل الغازات السؤال الثاني أي مما يلي تستخدمها الرخويات والقشريات للقيام بعملية التنفس؟ هل تتنفس الرخويات والقشريات عن طريق الانتشار؟ أم الخياشيم الغنية بالأوعية الدموية؟ أم القصيبات؟ أم الأعضاء المتخصصة؟ ما هو الجواب الصحيح؟ نعم تتنفس الرخويات والقشريات عن طريق الخياشيم الغنية بالأوعية الدموية السؤال الثالث أي الأجهزة التلاتية يدفع الدم مباشرة في تجاويف خاصة في أنسجة الحيوان؟ هل هو جهاز الهضم؟ أم جهاز الدوران المفتوح؟ أم جهاز التنفس؟ أم جهاز الدوران المغلق؟ ركز في السؤال يقول يدفع الدم مباشرة والذي يدفع الدم مباشرة هو؟ نعم هو جهاز الدوران المفتوح السؤال الرابع أفكر معي الآن تفكيراً ناقلاً تفكيراً عميقاً هل جهاز التنفس هو جزء من جهاز الإخراج؟ هل يعتبر جهاز التنفس جزء من جهاز الإخراج؟ نعم لماذا؟ لأن جهاز التنفس يخلص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد من فضلات عملية التنفس إذن يعاد جهاز التنفس هو جزء من جهاز الإخراج؟ السؤال الخامس لماذا يتدفق الدم المأكسج من القلب إلى سائر أجزاء الجسم؟ ما حاجة الجسم إلى الدم المأكسج؟ لتزويد الخلايا بالأكسجين والسكر اللازمان لإنتاج الطاقة أعزائي الطلبة كانت هذه نهاية درسنا لهذا اليوم أشكركم كثيراً على حسن استماعكم وانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر